دائماً بسم الله نبدأ أهلاً بك في مقرر تنظيم حاسبات 2 ضمن مواضيع الباب الأول بعنوان Central Processing Unit ننتقل إلى الدرس التالي Chapter 1 Lecture 8 The Micro Operations Associated with the Stack تحدثنا في الدرس السابق عن طريقة عمل نظام الستاق عمل نظام الستاق تحكمه عدد من المايكرو أوبريشنز المتعلقة به ما هي هذه المايكرو أوبريشنز المتعلقة بالستاق؟ هذا هو موضوع هذا الدرس نقسم المايكرو أوبريشنز المتعلقة بالستاق إلى ثلاث مراحل مرحلة الانيشياليزيزيشن أو التهيئة ومرحلة الكتابة أو إدخال البيانات إلى الاستاق ومرحلة القراءة أو إخراج البيانات من الاستاق في مرحلة الانيشياليزيزيشن طبعاً قبل بداية وضع المعلومات داخل الاستاق يجب أن يهيئ الاستاق لهذه العملية كيف يهيئ الاستاق؟ أولاً الاستاق بوينتر في البداية يشير إلى الصفر لماذا إلى الصفر؟ فأن الاستاق قلنا مقسم لعدد من السجلات مهما كان عددها حتى النهاية ودائماً العنوان الأول هو الصفر وبعد الواحد مثلاً إلى آخر عنوين الاستاق هذا يحتمد على عدد المواقع التي يمكن التخزين فيها في الاستاق بعيداً تهيئة لعمل الاستاق الاستاق بوينتر وهو المؤشر السجل الذي يمسك الإشارة نخليه يحتوي على صفر كأنه يشير إلى أول موقع في الاستاق والسجل MT نخليه يحتوي على الرقم واحد لماذا؟ لأنه فعلاً الاستاق الآن خالي من أي بيانات إذن MT تحتوي على الرقم واحد السجل FULL على العكس يحتوي على الرقم زير هذا في التهيئة لماذا؟ لأن الاستاق ليس ممتلعاً فنحن نعرف أن هذا السجل إذا لم يكن الاستاق ممتلعاً فهو يحوي الرقم Binary 0 ولا يتحول هذا الرقم إلى Binary 1 إلا إذا امتلأ الاستاق إذن في مرحلة التهيئة استاق بوينتر يحوي صفر MT يحوي 1 وFULL يحوي صفر ثم تبدأ عملية إدخال البيانات إلى الاستاق أو عملية الكتابة عملية الكتابة هي المرحلة التالية Bush الكتابة نرمز لها في الاستاق بمصطلح البوش أي Bush Data Into The Stack إذا بدأنا عملية البوش الاستاق بوينتر يأخذ الرقم الجديد وهو استاق بوينتر بلس ون الرقم القديم زايد واحد لأنه يصعد أعلى بدرجة ومحتويات الData Register والData Register قلنا هي سجل هنا تكون فيه البيانات مرحلياً قبل أخذها إلى داخل الاستاق محتويات الData Register تذهب إلى مكان في الاستاق معرف بمحتويات الاستاق بوينتر سكان الاستاق بوينتر فيه واحد محتويات الData Register تذهب إلى العنوان رقم واحد عندما نكتب M معرفة بمحتويات الاستاق بوينتر نقصد أحد هذه العناوين الأدرسز الموجودة في الاستاق من زير واحد وإلى آخره فمحتويات الData Register تذهب إلى العنوان المعرف بمحتوى الاستاق بوينتر وتتكرر هذه العملية بكتابة بيانات أخرى حتى متى if stack pointer equal zero إذا كان محتويات الاستاق بوينتر تزيد كل ما أدخلنا بيانات إلى داخل الاستاق وفي لحظة ما ساوت الصفر متى تساوي الصفر؟ تساوي الصفر عندما الاستاق بوينتر يخلص جميع الأدرسز مثلا لو كانت الادرسز من 0 حتى 63 كما ذكرنا في مثال الاستاق الورجنزيشن السابق عندما تصل الاستاق بوينتر إلى 63 تصفر من جديد تبدأ من الصفر من جديد في هذه الحالة يكون تحقق شرط الif if stack pointer equal zero زين full تصبح واحد أي أن جميع المواقع امتلع ومتى يحدث ذلك لاحظ أن the stack pointer becomes zero after 63 في هذا المثال وطبيعي إذا أصبحت full تحتوي على واحد فإن سجل empty يصفر يحتوي على الصفر بمعنى أنه ليس هناك فرق في الاستاق الآن مرحلة البوش لا يمكن أن يتم فيها جديد لأن كل المواقع الممكنة في الاستاق تم الكتاب عليها أو تخزين بيانات داخلها الشيء الوحيد الذي ممكن أن يحدث هو مرحلة القراءة ممكن أن تبدأ عملية استدعاء البيانات من داخل الاستاق هذه مرحلة البوب تبدأ مرحلة البوب بيأخذ أعلى آيتم موجود في الاستاق إلى الداتا ريجستر M specified by stack pointer transfered للداتا ريجستر ونعرف أنه إذا كان الاستاق فل فإن M هي 63 فإن MSB هي آخر آيتم موجود في موقع 63 هذا يتم استدعاءه أو قراءته إلى داخل الداتا ريجستر ويبدأ طرح محتويات الاستاق بوينتر بواحد الاستاق بوينتر يصبح هو المحتوى القديم ناقص واحد فإننا قلنا ننزل من هذه الخانة إلى هذه الخانة والتي تحتها وهكذا وإلى متى تستمر عملية القراءة دائما المراقبة تتم للإستاق بوينتر if stack pointer equal zero الآن الاستاق بوينتر يذهب بالناقص حتى متى؟ حتى أكيد سيصل إلى الزيرو هو الأدرس then إذا وصل إلى الزيرو معنات كل محتويات الاستاق تم قراءتها أو حصل بوب لجميع البيانات الموجودة في الاستاق إذن empty يصبح one الآن أصبح الاستاق بالكامل فارغا و full تصبح zero لم يعد الاستاق ممتليا ويصبح الاستاق جاهز لإعادة الكرة وذلك هذه اللحظة كأنها لحظة initialization جديدة نفس الشروط فيها واحد و full فيه zero فكأننا جاهزين لنذهب إلى عملية الكتابة مرة أخرى وهكذا دواليك هذه الميكرو أوبريشن هي المتعلقة بعمل الاستاق وتأخذها من مرحلة بوش إلى مرحلة بوب وبالعكس وتستمر هذه العملية طالما هناك حاجة لكتابة بيانات داخل الاستاق أو لقراءة بيانات من الاستاق وإلى الدرس القادم اشتركوا في القناة